اشتركوا في القناة في درسنا اليوم سنتناول موضوعا من موضوعات الإملاء أهلا بكم أحبائي كما قلنا في درسنا اليوم سنتناول موضوعا من موضوعات الإملاء وهو الفصل والوصل في كلمتي ما ولا ولكن بداية نريد أن نعرف ما معنى الفصل انتبهوا جيدا أحبائي إلى هذه المكعبات كيف فصلت عن بعضها البعض إذن الفصل هو الفرجة والحاجز بين الشيئين بينما الوصل عكس الفصل انظروا جيدا كيف سأجمع هذه المكعبات إلى بعضها البعض إذن الوصل هو جمع الأجزاء تذكر عزيزي الطالب كما هو موجود في البطاقة التي بين يديك أنه الأصل في اللغة فصل كل كلمة عن أختها لماذا؟ لأن كل كلمة تدل على معنى غير معنى الأخرى لكن يجب وصل الكلمات بغيرها فيما لا يصح الوقف عليه مثل الحرف المفرد وضعا اللام والكاف عندها يجب أن أصله بما قبله أو بما بعده بداية أحبائي سنتعرف إلى كيفية كتابة ما هل تكتبوا مفصولة عما قبلها أم موصولة به تابعوا معنا والنقرأ الأمثلة معا بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لآت المثال الثاني أحب كل ما تقول المثال الثالث أينما كنت تعدني به فلنناقش كل مثال على حدة إنما توعدون لآت انظروا جيدا إلى كلمة ما ماذا لو حذفنا ما ووضعنا بدلا عنها الذي هل يستقيم المعنى؟ هل يصح المعنى؟ فلنجرب إن الذي توعدون لآت إذن المعنى ما زال صحيحا المعنى مستقيم إذن ما هنا بمعنى الذي وكتبت مفصولة عن إن ننتقل إلى مثال آخر أحب كل ما تقول أيضا ماذا لو حذفنا ما ووضعنا مكانها الذي هل يستقيم المعنى؟ فلنجرب أحب كل الذي تقول المعنى صحيح إذن ما هنا أيضا جاءت بمعنى الذي وكتبت مفصولة عن كل انظروا أيضا أين ما كنت تعيدني به؟ ماذا لو حذفنا ما ووضعنا مكانها الذي هل يبقى المعنى صحيحا؟ فلنجرب أين الذي كنت تعيدني به؟ المعنى صحيح إذن أيضا هنا ما جاءت بمعنى الذي وكتبت مفصولة عن أين ماذا أستنتج أحبائي؟ لاحظوا إن مع ما وما هنا تذكروا بمعنى الذي تكتب ما مفصولة عن إن أيضا كل مع ما بمعنى الذي أيضا تكتب ما مفصولة عن كل وأين الاستفهامية طبعا إذا جاء بعدها ما بمعنى الذي تكتب ما مفصولة عن أين الاستفهامية؟ ركزوا جيدا أحبائي بما أن ما لها معنى مستقل إذن لماذا تقبل أن تتصل بما قبلها؟ هي تريد مكانا خاصا بها لذلك تكتب مفصولة عن ما قبلها ونستنتج ما يلي تكتب ما مفصولة متى؟ إذا جاءت بمعنى الاسم الموصول الذي بعد إن وكل وأين الاستفهامية طبعا ننتقل إلى مجموعة جديدة من الأمثلة أقرأوا معي أحبائي إنما الحق قوي المثال الثاني كلما أخلقته جددني أينما تسر تجد منظرا يسرك فلنعود إلى المثال الأول انظروا جيدا أحبائي إنما الحق قوي انظروا جيدا إلى إنما إنها مكونة من إن حرفا مشبه بالفعل وما ولكن ما هذه الما لاحظوا أحبائي قلنا إن إن حرفا مشبه بالفعل والحرف المشبه بالفعل يدخل على الجملة الإسمية فينصب المبتدأ ولكن المبتدأ هنا مرفوع ما زال مرفوعا ما الذي منع إن من القيام بعملها ما الذي كفها عن عملها ركزوا جيدا ممتاز إنها ما الكافة التي كفت إن عن عملها لذلك إن لن تستطع أن تنصب المبتدأ وما هنا اتصلت جيدا بإن حتى تستطيع منعها من العمل ننتقل إلى المثال الثاني كلما أخلقته جددني انظروا جيدا إلى كلمة كلما إنها تتألف من ما التي اتصلت بكل الشرطية كلما أدات شرط وأخلقته فعل الشرط وجددني جواب الشرط إذن ما شرط أن أجدد نفسي وحياتي الشرط هو أو فعل الشرط هو أخلقته إذن علي أن أخلق الكتاب أن أقرأه كثيرا حتى يجدد حياتي طبعا نحن هنا نتحدث عن الكتاب إذن ما وما هنا مصدرية اتصلت بكل الدالة على الشرط ولم تكتب مفصولة عنها أيضا في هذا المثال أينما تسر تجد منظرا يسرك لاحظوا أينما أينما مؤلفة من ما وما هنا طبعا زائدة واتصلت بأين الشرطية ما معنى ذلك يعني أن أينما أدات شرط لاحظوا تسر هو فعل الشرط وتجد هو جواب الشرط فما شرط وجود منظر يسر؟ صحيح الشرط هو السير علي أن أسير أولا حتى أجد منظرا يسرني إذن أحبائي إن الحرف المشبه بالفعل مع ما الكافة عندها ما الكافة اتصلت بإنه حتى تستطيع منعها من عملها أيضا كل الشرطية مع ما المصدرية تكتب ما هنا أيضا موصولة بكل ماذا عن أين؟ أيضا أين الشرطية مع ما وزائدة هنا ما تكتب ما موصولة بأين؟ ماذا نستنتج أحبائي؟ نستنتج أنه تكتب ما موصولة إذا جاءت كافة بعد إن الحرف المشبه بالفعل وأيضا تكتب ما موصولة بعد كل وأين الدالتين على الشرط أتذكروا أحبائي ما تكتب مفصولة إذا كانت بمعنى الذي تذكروا أن ما الموصولة تكتب مفصولة بينما تكتب ما موصولة إذا جاءت كافة بعد إن أو إذا جاءت بعد كل وأين الدالتين على الشرط فلنتدرب معا اختر الصحيحة مما بين قوسين فيما يأتي واذكر السبب كل ما كل ما رآها عاوده الحنين أي كل ما سنختار انظروا ممتاز كل ما رآها عاوده الحنين ولكن لماذا؟ رائع لأن ما اتصلت بكل الدالة على الشرط فما شرط معاودة الحنين ممتاز إنه الرؤية ننتقل إلى تدريبا آخر إنما إن ما تفعله اليوم يعود عليك غدا أي إنما سنختار فكروا جيدا ممتاز إنما تفعله اليوم يعود عليك غدا لماذا؟ جاءت ما بمعنى الاسم الموصول الذي جربوا معي إن الذي تفعله اليوم يعود عليك غدا المعنى صحيح إذن ما التي جاءت بمعنى الاسم الموصول تكتب مفصولة عن إن لابد أنكم عرفتم الإجابة بسرعة بدليل وجود علامة الاستفهام أحسنتم أينما كنت تحمله أين الذي كنت تحمله لماذا؟ لماذا؟ جاءت ما بمعنى الاسم الموصول الذي تذكروا أحبائي أن ما الموصولة تكتب مفصولة وغير ذلك تكتب موصولة بما قبلها تعرفنا إلى كيفية كتابة ما والآن سنتعرف إلى كيفية كتابة لا ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلاً ومرحباً بكم أحبائي من جديد في درسنا الفصل والوصل الذي نتعلم فيه كيفية كتابة ما ولا في هذا الجزء من الدرس سوف نتعرف إلى كيفية كتابة لا كيف أكتبها مفصولة عما قبلها أم موصولة تابعوا معنا يقول سليمان العيسى للمعوى للصلد عهد في سواعدنا ألا يقر وفي هذا الثرى صنم المثال الثاني علمت أن لا فائدة من التأخير فلنعد إلى المثال الأول ألا يقر انظروا جيداً إلى هاتين الكلمتين ألا هي عبارة عن أن ولا لاحظوا لا أضغمت بأن ويقر ولكن ما هذه الأن؟ انظروا أحبائي أن هي حرف ناصب نحن نعرف أن أن حرف ناصب ينصب الفعل المضارع وأدوات النصب الأساسية أو حروف النصب الأساسية للفعل المضارع هي أن ولن وكي أما لا هنا فهي نافية لا عمل لها بينما يقر فعل مضارع منصوب ولكن من الذي نصب هذا الفعل؟ أحسنتم إنه أن إذن أن نصبت الفعل المضارع بينما لا نافية لا عمل لها لذلك أضغمت وكتبت موصولة بأن بينما في هذا المثال علمت أن لا فائدة من التأخير لاحظوا أحبائي أن هنا مخففة من الثقيلة الأصل أن أقول علمت أنه لا فائدة من التأخير واسمه أن المخفف من الثقيلة محذوف إذن ما الذي أثر في كلمة فائدة؟ أحسنتم إنها لا النافية للجنس وفائدة اسم لا مبني على الفتح إذن الذي أثر في كلمة فائدة لا النافية للجنس وليس أن المخففة من الثقيلة لذلك كتبت مفصولة عما قبلها فلنجري موازنة حتى نفهم أكثر لاحظوا أحبائي أن لا يقر وأن لا فائدة أن هنا حرف ناصب بينما أن هنا مخففة من الثقيلة لا هنا نافية لا عمل لها بينما لا هنا نافية للجنس تؤثر فيما بعدها يقر فعلا مضارع منصوب وما نصبه هو أن بينما فائدة اسم لا مبني على الفتح وما أثر فيه لا النافية للجنس إذن لا التي استطاعت أن تكون مؤثرة وفاعلة يحق لها أن تتخذ مكانا مستقلا ومنفصلا عما قبلها بينما لا هنا غير فاعلة لذلك لا يحق لها أن تتخذ مكانا مستقلا نتذكر أكثر لا بعد أن إذا كانت أن ناصبة للفعل المضارع فإنها تضغم فيها وتكتب بهذه الصورة بينما إذا كانت أن مخففة من الثقيلة فلا تكتب مفصولة عنها نستنتج من ذلك أحبائي تكتب لا النافية موصولة بأن ومدغمة بها إذا جاءت أن ناصبة إذن تذكروا جيدا أن الناصبة مع لا مع الفعل المضارع تكتب لا بهذه الصورة مدغمة وموصولة بأن بينما تكتب لا النافية مفصولة إذا جاءت أن غير ناصبة أي جاءت مخففة من الثقيلة وهكذا تأتي أن ولا وإسم لا وتكتب لا على هذه الصورة مفصولة عن أن تعرفنا أحبائي إلى كيفية كتابة لا بعد أن الآن ومن خلال هذه الأمثلة سنتعرف إلى كيفية كتابة لا ولكن بعد كي أقرأوا معي هيا بنا نمشي إلى روضة بعيدة كي لا ترانا العيون انظروا جيدا بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فلنعود الآن إلى الأمثلة انظروا إلى لا النافية كيف كتبت في المثال كي لا ترانا العيون لاحظوا لا كتبت مفصولة عن كي بينما في المثال الثاني لكي لا تأسوا لاحظوا كيف أن لا كتبت موصولة بكي ما الفرق بين كي هنا وكي هنا أحسنتم لاحظوا أن لا كتبت موصولة بكي لأن كي قد سبقت واقترنت بحرف الجر اللام ماذا نستنتج من ذلك أحبائي؟ نستنتج أنه تكتب لا النافية موصولة بكي إذا اقترنت كي بحرف الجر اللام إذن لا بعد كي إذا سبقت كي بحرف الجر اللام تكتب لا موصولة بها على هذه الصورة لكي لا بينما إذا كانت كي غير مسبوقة بحرف الجر اللام تكتب لا مفصولة عنها على هذه الصورة فلنتدرب معا والسؤال يقول اختر الإجابة الصحيحة كي لا كي لا بسم الله الرحمن الرحيم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لي كي لا يعلم من بعد علم شيئا أي كي لا سأختار انظروا جيدا لاحظوا وجود اللام وهي حرف الجر إذن سأختار لا وقد اتصلت بكي لأن كي سبقت بحرف الجر اللام يقول الشاعر ويكفي حضورك كي لا يكون المكان أي كي لا سأختار أحسنتم سأختار لا مفصولة عن كي لأن كي لم تسبق بحرف الجر اللام أيضا هنا ويكفي مجيئك كي لا يجيء الزمان أي كي لا سأختار ممتاز اخترت لا مفصولة عن كي لأن كي هنا لم تقترن بحرف الجر اللام أحبائي سنتعرف إلى المزيد من قواعد الإملاء ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أحبائي أهلا بكم من جديد في الجزء الأخير من درسنا الفصل والوصل والذي نتعرف فيه إلى كيفية كتابة ما ولا في هذا الجزء من الدرس سنتعرف إلى كيفية كتابة إذ بعد حين وبعد يوم اقرأوا الأمثلة معي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة سررت يومئذ جاء الامتحان لاحظوا أحبائي يوم وحين مع الظرف إذ هنا كتب إذ موصولا بيوم وأيضا هنا إذ موصولا بحين ولكن لماذا؟ دققوا النظر جيدا في الظرف إذ ماذا تلاحظون؟ ممتاز لاحظوا أن الظرف إذ هنا منوّن لذلك كتب موصولا بكلمة يوم وبكلمة حين بينما هنا انظروا جيدا يوم وحين مع الظرف إذ لاحظوا كيف كتبت إذ هنا مفصولا عن كلمة يوم وأيضا هنا كتب الظرف إذ مفصولا عن كلمة حين ولكن لماذا؟ دققوا النظر جيدا لاحظوا الظرف إذ هنا ساكن لذلك كتب مفصولا عن كلمة يوم وعن كلمة حين ماذا نستنتج؟ نستنتج أحبائي تكتبوا كلمتا حين ويوم موصولتين بالظرف إذ إذا جاء الظرف إذ منوّنا انتبهوا إلى هذا المثال مثال بسيط وسهل جدا نقول حضر الحفلة ثلاثمائة امرأة وخمسمائة طفل انظروا جيدا أحبائي إلى كلمة ثلاثمائة ماذا تلاحظون؟ أحسنتم لقد اتصل لفظ العدد ثلاثة بلفظ العدد مئة كتابة أيضا هنا اتصل لفظ العدد خمسة بلفظ العدد مئة كتابة ماذا أستنتج من هذا أحبائي؟ نستنتج أنه يجوز أن يوصل لفظ العدد من ثلاثة إلى تسعة كتابة بالعدد مئة فأكتبوا ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة، سبعمائة، ثمانمائة، وتسعمائة وصلنا الآن أحبائي إلى جزء اختبر معلوماتك والسؤال يقول علّل الوصلة والفصلة فيما يأتي يقول الشاعر عبد الكريم الكرمي أتنكرني دمشق وكان عهدي بها ألا تلوح بالسرابي؟ أين الوصل أو الفصل هنا؟ ممتاز لاحظوا كيف كتبت لا موصولة بأن ولكن لماذا؟ أحسنتم ألا هنا كتبت موصولة لا بأن حيث جاءت أن ناصبة وانظروا جيدا إلى الفعل المضارعي المنصوب تلوح يقول الشاعر ولقد كنيت عن اسمها عمدا لكي لا تغضب أين الوصل أو الفصل؟ ممتاز لكي لا لاحظوا كتبت لا موصولة بكي ولكن لماذا؟ أحسنتم لوجود حرف الجر إذن أقول اتصلت لا النافية بكي لأن كي اقترنت بحرف الجر اللام كم سهرت الليلة والشوق معي ساهر أرقبه كي لا أنام أين الوصل أو الفصل؟ دقيق النظر جيدا رائع كتبت لا مفصولة عن كي لماذا؟ فلنتابع معا أحسنتم كتبت لا النافية مفصولة عن كي حيث لم تقترن كي بحرف الجر اللام يقول الشاعر فقام حينئذ شوقا يودعني والقلب فيه ضرام الوجد قد لفح أين الوصل أو الفصل هنا؟ لاحظوا أحبائي كيف أن الظرف إذ كتب موصولا بكلمة حين ولكن لماذا؟ أحسنتم هل لاحظنا كيف أن الظرف إذ منون؟ إذن يجب أن يكتب موصولا بكلمة حين إذن كتبت كلمة حين موصولة بالظرف إذ لأن الظرف إذ منون أيضا يقول الشاعر كالبدر تنظره قريبا حينئذ هو في التمام لمشرق ومغرب أين الوصل أو الفصل هنا؟ ممتاز إذ كتبت مفصولة عن حين لماذا؟ فلنتابع معا كتبت كلمة حين مفصولة عن الظرف إذ لأن الظرف إذ غير منون يقيني أن لا مهلك إلا الكسل لاحظوا أحبائي لا كتبت مفصولة عن أن ولكن لماذا؟ كتبت لا نافية مفصولة عن أن حيث جاءت أن مخففة من الثقيلة وليست ناصبة انظروا لا يوجد فعلا مضارع منصوب أحبائي درسنا إلى هنا قد انتهى ولكن دوركم قد بدأ ابحثوا في كل ما تقرؤون عن الوصل والفصل ودونوه في دفاتركم دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر